السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله سنستكمل من خضرات مادة تصميم ومشيئات الرأي في الجزء الثاني للطلبة سنة ربعة مدني كليكة لعندسة جمعة اسكندرية اسمي أحمد عبد الرازق سيد مساعد بخصم عندسة الرأي والهيدروليكس زي ما عرفنا خلال السميستر ان المنهة بتاعنا عبارة عن ثلاثة أجزاء أو ثلاثة منشآت كبار المنشآت الأولاني هو الأناطر المنشآت الثاني هو الأهوسة فإحنا بإذن الله هنبدأ المنشآت الثالث الكثير اللي هو السدود أو الدامز زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت لما درسنا الجهز الأولاني من المادة دي اللي هو Design of Irrigation Structure 1 سنة الثالثة مدني إن إحنا محتاجين لـ Guide أو الـ Reference نرجع عليه فالـ Guide والـ Reference بتاعنا هو المواصفات وأنتم فاكرين يعني فـ Reference بتاعنا هو كود المصري للموارد المائية وأعمال الرأي أيضا السنة اللي حتى تعرفنا وعرف شوية معلومات عنه وخفنا أن الكود المصري للموارد المائية وأعمال الرأي بيقع في سبع مجلدات لكي نخش في التفاصيل بتاعتهم زي السنة اللي فاتت لكن اللي همنا هو المجلد الثالث والرابع اللي هو يتكلم على المنشئات المدنية للرأي والصار من ضمن الأبواب بتاع المجلد الثالث فيه باب عند الأنطر والبوابات وده إحنا درسناه أو المنشئ السنة وفيه باب عند الأهواثة الملاحية اللوكس بردك تلصناه وفيه باب اللي هو الباب السادس بيتكلم عن السدود وهو موضوع الجزء أخير من المنهج بتاعه فإن شاء الله في خلال المحاضرات اللي جاية النهاردة والمحاضرات اللي جاية هنحاول نغطي أكبر كمية أو نتعرف على أكبر معلومات عن السدود وأنواعها وطريق الدزاين بعض الأنواع هنختارها مع بعض المحاضرة اللي جاية النهاردة هي مقدمة هنتقرب فيها على معلومات كتير قوي يعني السدود وأنواعها فالأوتلين بتاعت المحاضرة النهاردة أو النقاط اللي هنتكلم فيها مع بعض هنتقرب يعني ايه دامس يعني اسم الدام ده يعني ايه meaning بتاعه what are dams classification بتاعت الدامس تصنيفات الدامس وأنواعها المختلفة physical factors governing selecting dams ايه العوامل اللي بتاعكم اختيار نوع الدام اللي انا هنفزه المكان اللي انا عاوز اعمل فيه دامس وبردك عاوزين نتعرف على ازاي اعمل selection للدام سايت ازاي اختار الموقع اللي انا هعمل فيه الدام بتاعي تعال نبدأ المحاضرة بسؤال ايه هو الدام الدام هو منشأ هيدروليكي structure دام ازاي structure بيتم بنائه على river او على stream عشان يحجز مية structure build across stream or river to retain water عشان يحجز مية نخش بقى details او تفصيل اكتر الدام اللي هو السد هو عبارة عن hydraulic structure وانشأ هيدروليكي غريبا بيتكون من المادة المادة دي بيكون impervious impervious يعني ايه غير منفزة fairly impervious layer built across بيتم بنائه في على river across river عشان احجز مية عن طريق الى انا اكون reservoir او خزان خلف السد دوت في ناحية upstream انا عاوز اعمل creating reservoir الريزرفار ده موجود في upstream side عشان احجز مية والمية ديت استخدمها في اغراض متعددة او اغراض كتيرة ممكن نعرف الدام بردك على انه هو barrier barrier يعني حاجز حاجز constructed across river تم بنائه على cross section بتاع river او على اي natural stream عشان احجز زي ما قلنا اا او اكون reservoir خزان زي بحيرة السد العالي او بحيرة ناصر ما هي تتقطع تعتبر خزان خلف السد او الحاجز اللي انا عملته اللي هو اسمه السد العالي او اا ال High S1 ده المية اللي حاجزتها وراه دي ابدأ استغلها واحدة واحدة في اي غرض من الاعراض بتاعي يبقى ال dams او السدود هي عبارة عن منشآت هيدروليكية المنشآت دي طبعا مهمة لان ده اكبر منشآت هيدروليكي انت ستتعرض له منشآت هيدروليكية مهمة بيتم انشآتها على المجال المائية الطبيعية زي الانهار او اا ما بين الوديان العميقة لو عندي وادي زي ما هنشوف كمان شوية في الانواع بتاعت الدامس ممكن اعمل دام في وادي معين عشان غرض معين هنعرفه كمان شوية الغرض يقمى تخزين المية سوية بقى تخزين المية تخزين دائم مستدام زي بحيرة ناصر اللي عندنا في مصر او تخزين موسمي لان اخزن مية زي مية السيو اللي اخزنها وابدأ استغلها بقى الاغراض المختلفة زي الزراعة والشرب وهكذا فده الديفنيشن بتاع المنشآ بتاعنا اللي هو السد من الديفنيشن عرفنا بعض استخدامات السد فمن ضمن الاستخدامات بتاعت انشاء السدود هو اللي انا عاوز اتحكم في المية او اوفر مية للزراع اوفر مية عشان اولد بيها طاقة كهربائية للمجتمعات بتاعتي المدن والمحاوزات بتاعتي على مدار السنة ما يحصلش تأثر في فترة معينة من الفترات زي ما كان بيحصل زمان في الفيضان فترة في فاسمة فترة الفيضان وفترة الجفاف لقدر بعمل منشأ اسمه السد يا حجز مية واعمل تنظيم للمية على مدار السنة بالكامل اعمل تحكم في الفيضان هذه كانت مشكلة بالمشاكل اللي بتعرض لها مصر قبل بناء السد العالي احنا عندنا في موسم الفيضان فبيجي ممكن يدمر بعض الاماكن زي ما حصل في بعض الدول الفترة اللي فاتت يعني زي ما الناس اللي امتبعت في السودان من السنة اللي فاتت او السنة دي احنا فيها ديت حصل فيضان كبير لنهر النيل واثر على معظم المدن الموجودة على ضفاف نهر النيل في دولة السودان في بعض الدامز بتعمل الفيشنج والريكرياشن اللي هو عشان بس اصطاد وعمل الريكرياشن يحصل استرخاء للناس يبقى اعمل زي مصايف وبعض الاماكن الناس تاخد فيها اجازات فمن ضمن برضا اغراض او استخدامات السدود لنا اعمل مناطق للفيشنج والريكرياشن الاسترخاء الناس تستمتع فيها السدود ممكن تتعامل عشان تغطي نوع من الانواع البيربوس ديت او تكون يتم انشاءها عشان غرض واحد من الاغراض ديت او انها تكون الغرض من انشاءها كذا او كذا غرض يعني ممكن تكون الووتر سبلاي والفلات كنترول هيدرو باور والريكرياشن والووتر سبلاي فممكن تكون الغرض واحد او عدة اغراض ففي الحالة دي ممكن نقسم السدود على انها ممكن تكون سنجل بيربوس دام او مالتي بيربوس دام سنجل بيربوس دام يعني يسد ليه وظيفة واحدة او ليه هدف واحد اي واحد من دولا والمالتي بيربوس دام انه هو بيجمع بين اثنين او تلاتة او اربعة يوزز او بيربوس زي مثلا الهيدرو باور والفلات كنترول او الهيدرو باور والإنريجيجا وهي كذا اوكي برضا نقدر نقول من الديمز يوزز او الاستخدامات بتاعت السدود اذا انا ممكن استخدم زي ما قلنا التخزين او الـ ممكن استخدمه في الـ في الشحن يعني ايه شحن اللي هو تخزين تخزين المية السطحية في باطن الارض وده بيتم عندنا في مصر في بعض الاماكن زي مثلا سينة سينة بتتعرض لبعض الاحيان اللي حاجة اسمها الفلاشفلود او السيول عشان احمي بعض الاماكن زي مدينة مثل مدينة العريش بنعمل زي سد السد ده بيتحط على الوادي اللي بيجمع المية فيه فالسد ده بيحجز المية لما يحصل سيل فالمية ديت متكون محجوزة خلف السد فمع مرور الوقت المية ديت بيحصلها تبدأ تتصرب لباطن الارض لان الصين هناك بيرمبل منفذة تبدأ تتصرب وتوصل لحاجة اسمها الجراوند ووتر او الخزان الجاوثي والناس اللي هناك تبدأ تخفر بقى قبار وتاخد المية دي تستغلها في الاغراض بتاعتها على مدار السنة في الزراعة بقى والشرب والحياة اليومية بتاعتها تعالى نتعرف على البارتس او الاجزاء او الترمينولوجيز بتاعت الدم المصطلحات اللي احنا هنستخدمها في الديزاين او تصميم السدود بتاعتنا فده شكل مبسط جدا للدمز ده البادي بتاعه الجسم بتاعه وده ناحية الابسترين وده ناحية الدونسترين وطبعا بيحجز المية ناحية الابسترين فبيكون منصوب المية هنا عالي وهنا منصوب منخفض او مفيش مية حسب الاستخدامات بتاعت السد ايه هي ففي شوية مصطلحات محتاجين نعرفها عشان بعد كده ان شاء الله في الديزاين هنحتاجها فمن ضمن المصطلحات ديت اول حاجة هو الكريست الكريست هي القمة بتاعت السد التوب تعالى ده فبعض الاحيان بنستخدم الكريست ديت واستغلها لانا اعمل فوقيها طريق طريق دوت ممكن يكون رودوي طريق عربيات ممكن يكون موكوي طريق الناس بس تمشي عليه او تستجم او تروح تتفسح هناك في بعض الدول عندهم سدود كثيرة جدا ومفتوحة للناس الناس تبدأت تروح هناك تعمل زيارات وتفرج السدود وتعد تتمشى فوق على الكريست ديت وتفرج على الطبيعة الجميل اوكي فده اول حاجة او اول مصطلح عندنا هو الكريست او القمة بتاعت السد في حاجة اسمها الهيل الناحية دي زي ما اتفعنا هي الابستريم والناحية دي هي الداونستريم الهيل هو عبارة عن جزء من السد اللي هو كونتاكتد الجزء دوت مع الارض يعني لو جينا رسمنا كده ده المفهوض ده الجراوند تانا الجزء من السد ناحية الابستريم اللي هو كونتاكتد مع الريفر نفسه او مع الريزروار او مع الارض بيسموها الهيل بقى الهيل هي الجزء من السد ناحية الابستريم زيها بس الناحية التانية هي التو التو هي الادمة بتاعت السد التو هي برده قبارة عن جزء بورشن من الدام كونتاكتد مع الراوند او مع الريفر ناحية الداونستريم سايد يبقى دي اسمها الهيل ودي اسمها التو فليكو انا عاوز بتتعودوا على الالفاص ديت اللينا نحتاجها ان شاء الله في المخاطرات اللي جاية فيه كريست وفيه هيل وفيه تو الاثنين دولار ورعا اجزاء من السد واحدة ناحية الابستريم واحدة ناحية الداونستريم متصلين بالريفر او الجراوند في الناحية فيه حاجة اسمها السبيلوي السبيلوي او المفيد شايفين هنا جسم السد دهو عاملين داخل جسم السد زي هنا سبيلوي او نفق او ممر كده المفوض احنا عارفين ان جسم السد دهو بيحكز مية زي مسلا السد العالي بيحكز مية على منسوب بيسموه normal water level اوكي في بعض الاحيان بيحصل فيضانات في المية ترتفع لمنسوب اعلى شوية اسمه maximum water level maximum water level ده ده اقصى منسوب يقدر يستحمله جسم السد ان اصلا السد دوت عبارة عن حاجز قدامه مية المية ديت بتولد او بتسبب حاجة اسمها hydrostatic pressure زي ما اخدنا قبل كده في الhydraulics الhydrostatic pressure ديت لو انا ركزت المثلث دوت هاديني force F او P الكلام دوت بطول السد كله شو بقى طوله كام كيلو فالفورس دي كبيرة جدا فلو منسوب المية دوت زاد عن حد معين اللي هو maximum water level ده هيكون في خطورة على جسم السد مينفعش السد ده يستحمل الpressure الزيادة ديت فبيتعمل حاجة اسمها spillway spillway ده او المفيد زي عندنا في حالة السد العالي حاجة اسمها مفيد طوشك فال spillway ده ممكن يكون في جسم السد زي ما احنا شايفين كده او ما يكون خارج جسم السد زي الحالة بتاعت مصر اللي هو مفيد طوشك وظيفة ال spillway ده انه بيكون هنا في الكيس بتاعتنا موجود في قريب من التوب بتاعت الدام بادي موجود في نهاية او في اعلى الجسم السد بتاعنا وظيفته انه هو يمرر او يعدي المياه الزيادة اللي مش هيقدر يستحملها جسم السد عندي مياه سببت لي خطورة على جسم السد فهمنا انه تم امر عشان يعدي المياه من ال upstream لل downstream ده اسمه spillway وبيكون هنا زي في الكيس بتاعتنا داخل جسم السد وفي بعض الأحيان يكون خارج جسم السد من ضمن المصطلحات برضك اللي احنا هنتعرض لها حاجة اسمها الجالوري الجالوري دو عبارة عن نفع sloping tunnel موجود داخل جسم السد في الاتجاه الطولي او في الاتجاه العرضي بتاع ال river يعني ده كده لو السد ماشي في الاتجاه ده كده هتلاقي النافع ده كمان ماشي هو كمان بكامل طول السد وظيفة التانلز ده أول اللي هو موجود في الاتجاه الطولي بتاع جسم السد ان المياه اللي بتتسرب من خلال جسم السد بتخش جوه التانل ده وبيجمع المياه اللي بيحسب لها تسريب خلال جسم السد بتبدأ تتجمع في الجالوري دو وبعد كده نبدأ نعمل لها drain او صرف عن طريق او باستخدام اي وسيلة زي مثلا نعمل بامب بتسحب المياه دي توضيها في ناحية ال upstream فهو وظيفته ان هو يتجمع المياه اللي بتنتج من تسرب داخل جسم السد وفي نفس الوقت بردك بيكون في ممرات ممكن الناس تنزل تعصيانها او بتوع المهندسين الخاصين بتشغيل السد بينزلوا تحت يتأكدوا من سلامة جسم السد بتعمل اختبارات داخل الجالوري ديت عشان نشيكوا على ال stability بتاع الدام بادي بتاعه من ضمن بردك المصطلحات اللي محتاجين نتعرف لها هو ال slice way شايفين الطريق ده او النافق ده هي عبارة عن فتحة او نفق في جسم السد بيكون هنا قريب بقى من ال base من القاعدة بتاع الجسم السد بيتم استخدام ال slice way دوت عشان انضف ال reservoir انا عندي هنا فيه reservoir خزان في مياه مع مرور الوقت بيترقم هنا sediment sediment يعني ايه يعني رواسب يعني عندي كده دي البحيرة بتاعتي ومع مرور الوقت بيبدأ هنا يتكون رواسب 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 يعني ترقمات من الطين فانا عاوز اعمل clear للسلت ده او الطين دوت فالسلت ده والحاجات دي بابدأ اعديها من ال slice way يبقى ال slice way بتعمل provide بتتوفر لي مياه نضيفها داخل المكان ده عن طريق انا بسحب السلت بتاعي السلت accumulation تجمعات السلت او السدمنتاشن بتاعتي في ال reservoir بتخلص منها عن طريق ال slice way ده برده في مصطلح يسمى free port free port free port هي المسافة ما بين normal water level اللوه المنسوب الطبيعي بتاع reservoir لغاية نهاية جسم السلت space between the highest level of water اللوه normal water level عبدان in the reservoir and the top of the dam تعال نتعرف على بعض السدود اللي موجودة في العالم فده عبارة عن تصنيف للورد biggest أو largest dam في العالم كله فالتصنيف دوت ممكن يتعمل بيزد على الخيط على الارتفاع بيزد على volume بيزد على reservoir capacity تعال نتعرف على بعض الدام فالتصنيف اللي قدامنا دوت او الجدو اللي قدامنا فيه اكبر السدود في العالم بالنسبة للهيط بالنسبة للارتفاع فاكبر سد في العالم التصنيف طبعا قديم شوية فيه حاجات بانت جديدة او احدث بس مش موجودة في التصنيف دوت فاكبر سد او من حس الارتفاع يعني الارتفاعه اكبر ما يمكن هو سد اسمه نوريك نوريك دوت موجود في تاجستان التاجستان الارتفاع بتاعه تلت 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 تلتمية متر واللي بعاديه هو الجراند ديكسون موجود في سويسلند او ارتفاعه متين خمسة وتمانين متر بالنسبة للفوليوم عندنا الفوليوم هنا قصده الفوليوم حجم المواد اللي انا عملت بها جسم السد جسم السد تكون من ايه والحجم بتاعه او الماتيريال دي تقديه فاكبر سد من حيث البوليوم اسمه سينكروت تالينج سينكروت تالينج سينكروت تالينج تالينجز اللي هي او زي مخلفات هما بيسموها لان هو الماتيريال بتاعته حتى هنا الطيب مكتوب ايه اللي لو انا دورت عليه تحت هتلاعين إيرسفيل إيرسفيل يعني ايه يعني التراب ثم بيسموها التراب بيسموها مخلفات فاهو اسمه سينكروت تالينج دا موجود في كندا والفوليوم بتاعه سبعمية وخمسين ألف متر مكعب من الماتيريال تاني واحد هو نيو نيو كورنيلا تيلينج برضا موجود في أمريكا والفوليوم بتاعه 2500 متر مكعب في التصنيفات ديت ممكن بس تعرف اول اثنين فقط يعني نيوريك والجراند ديكسون في حالة الهيط ده 38 وده 285 بحالة الوليوم سينكروت تيلينج وهنا نيو كورنيلا برضا ده في كندا وده في أمريكا بالنسبة للريزرفوار تصنيف الدامد أكبر صدود بالحيث حجم الريزرفوار السايز بتاع الريزرفوار فأول تصنيف هو الأوينفولز ده موجود سؤواندا موجود على نهر بكتوريا نايل عندنا تحت في النيل والكباسيتي بتاع الريزرفوار كبيرة جدا بص كده تقريبا اثنين مليار وسبعمائة مليون متر مكعب من الميا حاجة مهولة نجيب منابع بتاعت نهر النيل وفيه هنا كاكوفا كاكوفا ده موجود في أوكرانيا اللي هو ثاني واحد الريزرفوار الكباسي بتاعته مية اثنين وتمانين متر مكعب من الميا في التصنيف ده نبص كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة رخم خمسة هو الأسوان هايدام الريزرفوار أو خزان بتاع أسوان هايدام اللي هي بحيرة ناصر ترتيب بتاعها من حيث الصيز بتاع الريزرفوار هو رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة رقم خمسة وحجم الريزرفوار بتاعها تقريبا مية تسعة وستين مليون متر مكعب من الميا فمش لازم أعرف كل الأسماء ديت جاست اثنين من كل ليست وطبعا الريزرفوار بتاعنا اللي هو ترتيبه رقم خمسة في الليست بتاعت size of reserve اوكي اللي موجود في فنزويلا بيولد 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 عشر ثلاثة وتلتمية ميجا وات كهرباء اوكي تعال بروح للنقطة بقية تانية اللي هي classification of dams ال dams ممكن نصنفها بكذا طريقة different way عشان اصنف ال dams بتاعتي على اساس التصنيفات دي بتكون على basis او على اساس ممكن يكون على اساس ال function الوظيفة او الاستخدام او الهدف بتاع السد ممكن يكون تصنيف ال dams بيزد على hydraulic design ممكن يكون تصنيف ال dams على material of construction نوع المaterials اللي انا هستخدمها في انشاء السد بتاعي هندا باول تصنيف عندنا اللي هو classification of dams according to function او الهدف او ال aim فحسب ال function او الهدف او ال aim ممكن نصنف ال dams لحاجة اسمها storage dam او diversion dam او detention dams او فيه dams اسمها debris dam واخر حاجة اللي هي cover dam يقع عندنا خمس انواع من التصنيفات based على ال function او الوظيفة storage dam خد سدود تخزين diversion dam سدود تحويل detention dam سدود حماية بالاحتجاز debris dam سدود بتحجز debris او المخلفات او الكسر الاشجار اي حاجة موجودة بتمشي مع المية والكفر dam هي عبارة عن سدود مؤقتة بنستخدمها لغرض معين هنشوفوا دلوقتي نبدأ باول نوع اللي هو storage dam storage dam storage dam هي سدود التخزين تخزين المية زي ما هم شايفين كده عندنا سد عملاقة او ووظفته او حاجز مية هنا على منصوف عالي جدا بكميات رهيبة وادي ناحية down stream بيبدأ يعد يبقى مية من خلال جسم السد حسب الاحتياجات او حسب اللي بيطلبه الناس للاغراض المختلفة يبقى storage dam وظيفتها اللي هي بيتم انشاءها the are constructed store water عشان نخزن مية التخزين ده غالبا بيكون خلال rainy season خلال السنة او الموسم الممتر خلال فترة الفيضان لما يكون في ريفر او يكون في مية كبيرة جدا في الريفر فابدأ أخزنها وبعد كده أبدأ أستغل المية ديت خلال باقي السنة storage dam بتعملي providing او بتديني water supply بتعمل تحسين الhabitate بتاعت الفيش لحياة الفيش وال wild life الحياة الطبيعية بتاعت النهر كل ده بيتحسن مع وجود reservoirs او storage dam باردك بيتم استغلال storage dam دوت في توليد الطاقة القهربائية hydro power او hydro electric power generation زي ما عندنا كان او حلقات دلوقتي في الساد العالي عندنا محاطة توليد الطاقة القهربائية باستخدام اندفاع المياه كان زمان الطاقة دي او القهرباء دي بتغطي مصر كلها دلوقتي مع التوسعات والنزادة طبعا تقريبا بتغطي جزء بس بس بسيط جدا من مصر في الجنوب اللي هي لقصر وأصوان اللي هي الموضل الموجودة قريبة من جسم الساد يبقى بيتم استخدام المياه ديت توليد الطاقة في تنظيم المياه بتاعت الرأي طبعا حماية من الفلد او الفيضانات ال storage dam هي اشهر الانواع او النوع الاشهر او الاكتر انتشارا وزي ما قلنا الغرض منه هو تخزين المياه في اوقات الفيضانات واستخدامها لحقا عند ندرة المياه يعني في موسم الجفاف اعمل تنظيم يعني هو وظيفته بيعمل تنظيم للمياه بيحجز المياه في فترة الفيضان وبعد كده يوزعها على مدار السنة والغرض زي ما قلنا منه التخزين المياه واستخدامها على مدار السنة توليد الكهرباء او ممكن يكون مالتي بيربوس يعني بيعمل الاتنين نبدأ اول نوع اللي هو ال story dam النوع التاني هو ال diversion dam وده احنا درسناه السنة اللي فاتت في السنة دي اللي هو في منشأ اسمه الهدار وفي منشأ اسمه ال regulator الاتنين دولة ممكن نصنفهم على انهم سدود فال diversion dam بيتم انشاؤه على النهر بغرض انه هو يعمل divert divert يعني يوزع المياه في ال river على ال canals اوكي فشايفين الرسمة اللي قدامنا دي عندنا فلو جايب الاتجاه ده فانا عاوز ادخل المياه في الترعة دي او الترعة دي فعملنا ايه عملنا سد عملنا regulator او عملنا هدار الهدار ده وظيفته ايه ان هو يعلي المياه نحية ال upstream فتبدأ تخش او بعدما المنسوب يرتفع تبدأ المياه تخش في ال canals اللي ما عاوز ادخل فيها المياه وبعمل هنا كمان regulator عشان اتحكم في كمية المياه اللي هتخش في الترعة يبقى ال diversion dam اه هو عبارة عن سد او منشأ نقدر نقول عليه مجازا سد اه خدنا منه حاجة اللي هو regulator او الهدار وظيفته ان هو بيرفع المياه امامه عشان اه تخش في الترعة القبليه اه طبعا الاراضي الزراعة اه بس هي ما بتخزنش مياه يعني هنا مفيش تخزين المياه هو جاس ان هو بيحول المياه او بيحول اتجاه المياه اه طبعا الكلام دوت نتيجة انها بيسعمل بيولد pressure بيولد ضاغط الضغط دوت يؤدي ان المياه تتحرك من المنسوب العالي للمنسوب الغاطي فها هنا بيقولك they provide sufficient pressure for pushing the water into ditches يعني if the ditches will canals الصغيرة او السيستم بتاع الترعة اللي احنا عاملينه ثالث نوع من السدود according to classification او تصنيف بالنسبة للـ aim او الـ function هو detention dam detention dam هو بيسموه بالعربي سد الحماية بالاحتجاز detention dam دو بيتم انشاؤه عشان احمي منطقة معينة من الفض من الفلد او الفيضانات فهو بيحجز مية في ناحية الـ downstream اثناء الفيضانات زي السد العالي بتاعنا يعتبر detention dam يعني منه هو multi-purpose dam السد العالي فمن ضمن وظائف انه هو detention يحمي المنطقة معينة اللي هو بيحمي مصر بقى كلها من خطر الفيضان فبيحجز المية وبعد كده يبدأ يعمل لها regulation او تنظيم يبقى بيتحد من من الـ effect او التأثير بتاع الفيضان وبعد كده مع المية اللي هي محبوطة ديت يبدأ بعد كده يعمل لها released او يطلعها gradually يعني بالتدريج يبقى النوع الثالث لو detention دام هو وظيفته انه هو بيعمل تخزين الفيضانات العالية وتحدثها بصورة مؤقتة او regular يعني كل سنة بصورة مؤقتة زي ما بيحصل في سينة ممكن يحصل سنة او ممكن ما يحصلش في السنة اللي بعدها بصورة دائمة زي ما بيحصل عندنا على نهر النيل بغرض زي ما قلنا التلافي الاثر المدمر بتاع او الفلاد دوت وبعد ما الفيضان يخلص نبدأ نصرف المية ديت بصورة تدريجية بحيث انه ما يقصرش على المجرى بتاعتمين فعشان بقى انا اطلعها مرة واحدة لا بقى اطلعها تدريجيا عشان ما يقصرش على المجرى بتاعتمين نيجي النوع تاني اللي هو الديبريز دام الديبريز دام هو عبارة عن سد وظيفته انه يعمل في الاتجاه بتاع السرايان بتاعنا هي بتعمل الديبريز ديت ممكن تكون بقى ممكن يكون جرابل ممكن يكون دريفت وود اللي هو كسر الاشجار او فروع الاشجار ديت اللي هي بتطفو على او بتدسي معنى المفروض بقى ان الوطر بعد ما تعدي من الديبريز دام دوت بيبقى زي ما احنا شايفين كده وظيفة الديبريز دام اللي هو بيحجز الساند والجرابل والدريفت وود اي حاجة موجودة مع المياه وطبعا مع مرور الوقت طبعا لازم يتعمل صيانة بتعمل صيادة هنا وتشيل الكلام دوت او الحاجات اللي انت حلستها خلف الديبريز دام دوت اخر نوع من تصنيف بتاع الـ functions او according للهدف او الوظيفة بتاع الساد حاجة اسمها الـ cover dam الـ cover dam ده عبارة عن بيسموه enclosure dam او enclosure structure هو عبارة عن منشأ بعمله حوالين الـ construction site بتاعتي لو ارا بعمل اعاوز اعمل انفز منشأ والمنشأ دوت حواليه مية او موجود صنوية بعمل surrounding او حواليه كده بعمل زي dams او مجازا بنسميه اللي هي زي sheet pile sheet piles هي عبارة عن حاجز بعمله حوالي المنشأ بتاعي عشان اشتغل في الـ dry condition فهو نفس الكلام ده نقدر نطبق الفكرة دي ونقول انه هو يعتبر dams كوفر dam هو عبارة عن dam بيتعمل حوالي construction site بتاعي عشان امنع ان المية تخش داخل construction site وأشتغل في الـ dry او اشتغل على الناشف زي ما بيقوله يعني الكوفر dam ده بيكون مؤقت ما بيكونش دائم ووظفته بس انه هو زي ما قلنا نشتغل على الناشف وبعد ما بخلص الجزء بتاع الفاونداشن بالزات دابد اشيل الكوفر dam دوت مما كان بدل التصنيفات او انواع dams according to the function في تصنيف تاني accordingly hydraulic design according to hydraulic design عندنا اربع تصنيفات في الـ overflow dams و non overflow dams و rigid dams و non rigid dams و عقسة non over dams overflow dams و rigid dams و non rigid dams تعال ناخد معلومات عن كل واحد منهم الـ overflow dams زي ما احنا شايفين في الصورة كده هو سد بيسمح بمرور المياه من فوق يعني المياه بتعدي من فوق جسم السد هذا السد بيكون معمول من strong material زي الخرصانة strong material زي الخرصانة عشان و بيسمح زي ما قلنا بمرور المياه من فوق من فوق حتى اسمها الكريست اللي هي القمة بتاعت السد بتاعنا ثلاثة ان يكون المaterial بتاعته زي الـ concrete قوية عشان تقاوم التأثير بتاع حركة المياه فوق الجسم بتاعه non overflow dams هي عبارة عن سدود لا يسمح او لا يسمح بعبور المياه من فوقها يعني المياه من فوقها يعني المياه من فوقها غالبا السبب بيكون هو الـ dam safety لو ما يعادت من فوقها اكيد السد ده هي النهار لان المaterial بتاعته النوع ده من السدود غالبا يكون soft او مكونة من تراب وصخور فلو ما يعادت من فوقها هيحصل مشكلة فبيسموه او النوع ده يندرج تحت حاجة اسمها non overflow flow ده بيكون اما سد ترابي او اهجار أ�aa السد كله زي ما شايفين بالصور المنسوب بتاعه اعلى بمنسوب المياه بلي موجودة في الحزان بتاعنا هو اعلى بمسافه كبيرة كمان اليها المسافةء كنا بنسميها الفريبورد الي에 اخرنا في أول محاضرة فما بيسمحش بقا المسافة اليها الفريبورد دي ما تسمحش بمرور المياه فوق جسم الريجد دام ريجد يعني جسيء يعني مصنوع من ريجد ماتيريال زي الخرصانة زي الطوب زي الستيل زي التيمبر دي عبارة عن الماتيريال ما بتتحركش ما بتحركش ما بتحركش فلاكسابيليتي بسموها الريجد ماتيريال زي السلود اللي قدامنا ده واحد معمول من الخرصانة زي ما احنا شايفين كده فده يندرج تحت الهيدراليك ديزاين دام اسمه الريجد دام النون ريجد دام اللي هو الامبانكمنت دي احنا ندرسها بالتفصيل ان شاء الله من المريات المحاضرة اللي جاية الامبانكمنت هي الجسور او السدود الترابية زي ما احنا شايفين كده بيتم انشاءها بماتيريال زي الارث الارث يعني التراب روكفيل الكسور بتاعت الاحجار فده تندرج تحت نوع من انواع السدود اسمه نون ريجد دام او ساعة بنسميها الامبانكمنت دام او السدود الترابية او جسور سواء بقى جسور تعترع او جسور لتخزين او حجز المياه الكلاسيفيكيشن الثالث بيكون اكوردنج للماتيريال اكوردنج للماتيريال فعندنا انواع كتيرة بقى من السدود فيه الجرافتي دام الارث دام او الارث فيل دام الارش دام الباترز دام والميسوني دام والستيل دام وفيه كمان الروك فيل دام وكتاعات كمان فيه نوع بيسمول تيمبر دام الجرافتي دام غالبا بيتم انشاؤه من الخرصانة العادية وبيعتمد في مقاومة الاحمال بتاعت المياه شايفين كميات المياه كبيرة جدا بتسبب بروشر على جسم السد بيعتمد في مقاومة الاحمال اللي جاية من المياه دي على وزنه لانه هو معمول من الخرصانة العادية فهتلاقي وزنه كبير جدا وبالتالي النوع ده محتاج طبق التأسيس قوية عشان تستحمل الوزن الكبير اللي احنا هنعمله دا يبقى الجرافتي دام عبارة عن ماسف ماسف سايد دام دام ده حجم كبير جدا بيتم انشاؤه فابريكيت فروم الكونكريت من الخرصانة وظفته او بيتم تصميمه عشان انه يحجز كمية كبيرة جدا من المياه هو يقول لك هنا بايوزينج دا كونكريت استخدام الخرصانة الويت بتاع السد دا بيكون قادر على انه هو يعمل يقاوم الهوريزونتل تراست او القوة الهوريزونتل اللي جاية من المياه اللي موجودة ناحية الابستريم وبالتالي عشان كده هم سموهوا الجرافتي دام امثلة من الجرافتي دام في عندنا الجرافتي دام اللي موجود في اليو اس اي في الاتابي دام موجود ما بين البرازيل والبركوي الانواع دا او السدود دا تندرج تحت الجرافتي دام النوع الثاني حسب التصنيف بالنسبة للماتيريال هو الارث فيل دام الارث فيل دام دا احنا ندرسه بالتفصيل فهمش هنقول معلومات كتير عامه دلوقتي وهي عبارة عن سدود ترابية زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيتم انشاءها من اتريبا الاتريبا دي غالبا بتكون متجنسة او في بعض الاحيان بتكون متنوع يعني غير متجنسة وغالبا هي يعني هنا في مصر بتستهدم او بيتم انشاءها بكترة او يعني كتير عشان سهولة انشاءها وانها رخيصة نسبيا طبعا مقارنة بالانواع التانية وكمان عشان هي ما بتحتاجش طبقة التأسيس قوية والمتيريال بتاعتها متوفرة انها بتعمل من التراب يعني هي بتعمل من ايه بتعمل من التراب فالمتيريال بتاعتها متوفرة يبقى الارث فيل دام هو عبارة عن سد ترابي بيتعمل من السويل بيتعمل عن طيق طبقات طبقات يعني بيعمله بطبقة ويعمل لها دامك وبعد كده طبقة تانية ودامك وبعد طبعا بعمله protection او حماية عشان ما يحصلش سيبتش او تصرب خلال جسم السد وبخط حاجة اسمها permeable membranes ع ناحية upstream ناحية المية بابدع من هنا حماية عشان ما يحصلش سيبتش خلال جسم السد بيتم انشاءها على اي نوع من الفونديشن بس الهيد بتاعها طبعا بيعتمد على السترينز بتاع الفونديشن يعني لو نرجع كام سلايد ورا كده هتلاقي ان اطول سد في العالم حسب التصنيف اللي احنا خدناه هتلاقي نوع بتاعه ايرس فالارتفاع ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على القوة بتاع الفونديشن هل قدر يستحمل الكميات الكبيرة جدا من السويل دي ولا لأ يعني ارجعت سلايد كتير كده هورديكوا التصنيف اللي احنا خدناه بالنسبة للهيد اعلى واحد اللي هو نيوريك دام دوت الطائب بتاعه ايه؟ ايه هو الايه؟ الايه هو ايرسفيلد وبالتالي لازم تستنتك كده ان الفونديشن اللي موجود عليها نيوريك دام اللي هو موجود في تاجستان دوت قوية جدا هي تستحمل الوزن الكبير جدا من التراب ده نرجع تاني احنا في خلصنا الجرافيتي ودوقتي بنتكلم على ايرسفيلد دام امثلة على ايرسفيلد دام اللي موجود في روسيا ونيو كورولينا اللي موجود في اليو اس ايه فيه الارش دام بقى السدود ده هي واحدة شكل الارش من ضمن المميزات بتاع الارش دام هي طبعا بتتعمل من الخرصانة زي ما احنا شايفين كده اه يعني من ضمن المميزات ان القوة بتاعتها كلها القوة اللي هي بتستحملها او بتنقلها عن طريق المية او من خلال المية كلها اه بتاخدها في الجزء الاوسط بتاعها وعكاية تنقلها اه للاكتاف الكتف الهنا والكتف الهنا وهي محتاجة او اه لما نيجي نعمل النوع دوت محتاجين اكتاف قوية جدا تستحمل الفورس ديت محتاجين اكتاف من الصخر اكتاف صخرية وغالبا زي ما شايفين كده بيتم عمله في قديق مكان عشان اقل المتيريال بتاعتي واقلل التكلفة الارش دام هو عبارة عن كيرف الدام في البلان اللي او انا بصيط في البلان هو واحدة شكل الكيرف واخد عنده كونفكست يعني فيه هنا تسطح ناحية الابستريم اه زي ما قلنا الارش دام بيينقل القوة بتاعت او بتاع المية والفورس بتاعتها الاباتمنت اه بتاعته يعني ياخد القوة اللي هنا كده اللي هي الفورس دي يبدأ ينقلها في الاتجاه دوت اه اتجاه الارش الاباتمنت اللي هي غالبا بيكون من الصخر اه هو هنا بيقولك ان الارش دام دوت سيوتيبل فور نارو كروس سيكشن في القطاعات الدايئة اللي هي محتاجة او عندها او فلانكس عشان القوة ديت لها وامثالة عن الارش دام في الهوفر دام في امريكا والادكي دام في الهند او النوع التاني من الدام بالكلاسيفيكيشن هو الباترز دام الباترز دام الباترز دام سلابة عندنا سلابة ميلة كبيرة قوي وصفورتت باي حاجة اسمها الباترز الباترز دي غالبا زي ما احنا شايفين كده شكل التريانجلر شكل المثلث عبارة عن حائط تريانجلر كونكريت وولز وظيفتها ان هي تنقل البرشور او ضغط المية ديت تنقله من الاسلابة ديت الديك ديت تنقلها للفونديشن بتاعت السد يمكنني عمل السلابة هو عامل زي دعمات الدعمات دي بيسموها الباترز عشان كده السد دي اسمه الباترز الباترز ديت اللي هي شكل المثلثي اللي احنا قلنا عليه تعتبر بتنقل زي ما قلنا بتاع المية للفونديشن ما بين الباترز دوت غالبا بيتراوح من ستة لتلاتين متر يعني مسافة من الباترز او من المحور بتاع الباترز دوت للباترز دوت بتراوح من ستة لتلاتين متر طبعا بيختلف حسب طبعا ارتفاع السد والاسلابة ديت قد ايه في امثلة كتير الباترز دام الباترز دام في امريكا وفي اللي هو ده في كندا دانيال جونسون دام في كندا اكوردن للمتيريا برضا في الماسون ري دام الماسون ري دام اللي هو السدود اللي تتعمل من التوب او بتتعمل من الحجارة او ممكن ستون او بريك يبقى الماسون ري دام بيتم استخدام في بنائها الستون ماسون ري او البريك ماسون ري طبعا هي سدود قديمة وسدود تكون تاريخية بتكون من عصور من زمان قوي ويتم الستون او البريك ديت بنتم لسقها يعني تتحط جنب بعض ويتم الكنيكشن ديت باستخدام السيبنت مورتر او الخليط بتاع الاسمنت بيتم استخدامه عشان عمل جوينت للماسون ري بريك دي او هنا بيقولك الـ Graphic Dam والArch Dam are example of the Masonry Dam بس طبعا الماتيريا بتاعته اتغيرت خليل فيه الـ Temper Dam تمبر هي خشبي سدود خشبية غالبا السدود دي بيكون مؤقتة الغرض بتاعها بيكون تحويل المياه زي ما شوفنا من شوية زي الاناطر كده بعمله عشان يحجز المياه فيرتفع المياه لمنسوم معين ويحصل دي بيرت لها بتكون مؤقتة ما بتكونش دايما الانواع دو ممكن الارتفاع بتاعه يوصل لغاية 9 متر في الـ Steel Dams Dams بتعمل من الـ Steel بردك بردك زي الـ Timber Timber Dam الـ Steel Dam بيتم انشاءها Timberary يعني مؤقتة بتكون من عبارة عن Steel Plate و الـ Steel Dam ديت بيتعمل لها زي دو عامة بردك في الخلف زي الـ Butters Dam والارتفاع بتاع السد من النوع ده ممكن يوصل لغاية 18 متر يعني من 15 لغاية 18 متر خايت او ارتفاع دي الـ الـ Rock Field Dam ده زي السد العالي سدود بيتم انشاءها من سخور سخور دي بتكون متنوعة ولازم نحط مادة ناحية الـ Upstream عزلة عشان المياه ما يحصل لها الـ C بدش خلال جسم السد يعني بيجي في الواجه الامامي هنا ناحية الـ Upstream بيعمل مادة منفذة او طبقة غير منفذة عشان امنع التصرب وباردك في جسم السد من جوة ممكن نعمل زي كور من الـ Clay او Material غير منفذة عشان اقلل التصرب على قد مقدر من اهم مميزات النوع ده من السدود انه هو مقاوم للزلازل لانه هو معمول من السخور فلما بيحصل زلازل بيحصل دمك يعني Already بيحصل دمك زيادة لما بيحصل زلزال فبيحصل حركة للأرض او فبيحصل دمك للسخور بتاعتي فالاستباليتي بتاع الدم ده اوات بتزيد فهو مقاوم يعتبر من السدود المقاومة للزلازل بس طبعا بتحتاج تربة صخرية كبيرة عشان تستحملها من العيوب بتاعته انه هو ماينفعش يتعمل على تربة الهوب بتاعها عادي فلازم اتأكد ان تربة بتاعتي ما بيحصلش فيها ستلمنت كبيرة يبقى الروك فيل دم بيتعمل من الروك فرجمنتس والبولدرز الصخور الصغيرة والبولدرز اللي هي حجمها دميرة بيتعمل خليط من الصخور وزي ما قلنا فيه موجود نحة الابستريم عشان يمنع التصرب خلال جسم السد النقه ده او اللي هو الروك فيل دم زي ما قلنا فيه ممبرنس هنا بيتعمل نحة الابستريم غالبا بيتم صنعه او انشاؤه من الخرصانة عشان يمنع التصرب خلال جسم السد لان انا لو معمدش الكلام ده المية كلها هتتصرب خلال الفراغات اللي هتكون او ما بين الصخور بتاعتي بيتعمل اما من الخرصانة او السفالت الساعت غالبا بيتم صع Pls صiot تمرد بيتم صع bio النقطة الجديدة اللي عاوزين نعرفها إيه هي الـ Physical Factor اللي على أساسها بعمل سيليكشن للدم إحنا عملنا دلوقتي أو تعرفنا على أنواع كثيرة من الدم أختار أي نوع فيهم فعاوزين نعرف إيه هي العوامل اللي تخليني أختار النوع الأنسب من الدم إيه هي العوامل اللي أنا محتاج أعرفها عشان أختار نوع مميز أو نوع الأفضل في المكان اللي أنا عاوز أعمل فيه ففيه عشان تختار عشان تعمل Deciding الإنشاء Set فأول سؤال هيواجهك إيه هو النوع زي ما قلنا الدم بتاعي إيه هو أنسب نوع من أنواع اللي إحنا خدناها مثل أنسب ليك وكمان يكون اقتصادي عشان ما تدفعش فيه فلوس كتير ففيه فاكتورز هنستعرضها دلوقتي لو عرفت عنها معلومات هتقدر تختار نوع الثد بتاعه أول فاكتورز بيأثر على اختيار نوع الثد هو التوبوغرافي التوبوغرافي ثاني فاكتور الافابلتية أو تواجد الماتيريال بتاعتك ثالث فاكتور هو Geology Foundation Condition نوع الفاونديشن وطبيعتها عملها إزاي ورابع فاكتور هو Earth Quake Zone هل أنت واقع في المنطقة دي اتعرض للزلازل على طول ولا؟ لا باردك من ضمن العوامل Spillway Size انت عاوز المغفيد بتاعك الشكل بتاعه يكون موجود فين؟ هل جسمك في جسم السد؟ ولا خارج جسم السد؟ طب الحجم بتاعه قد إيه لنفس الكلام؟ ده فاكتور مهم جداً ويحدد لي نوع السد اللي أنا أختاره لأن في بعض السدود ما ينفعش أعمل Spillway داخل جسم السد زي روك فيل دام أو الإرس دام فلازم أحدد أنا أعاوز أعمل Spillway بتاعي فين؟ مكانه فين؟ وحجمه فين؟ ارتفاع السد برضك ارتفاع السد ده فاكتور مهم جداً لاختيار نوع السد هل هو عالي؟ ارتفاع عالي؟ ولا ارتفاع منخافض؟ ده بيحدد الماتيريال بتاعتي فلازم أعرض ارتفاع السد في فاكتور الثانية طبعاً زي cost ده مهم جداً فاكتور مهم جداً التكلفة بتاعة الإنشاء تكلفة الإصلاح بعد كده عمر السد الحاجات دي بتخش أو details دي بتخش معي في اختيار نوع السد بتاعي تعالوا نخدهم واحدة واحدة كده نشوف بيزدع عليهم ازاي اختار نوع السد بتاعي أول عامل عندنا بيحكم لي أو بيخليني اختار أفضل أنواع السدود بتاعي هو التوبغرافية زي ما قلت التوبغرافية حسب الشكل بتاع الوادي بتاعنا أو المكان اللي أنا هعمل في السد بقدر عن طريق الشكل أو التوبغرافية اللي أنا أحدد نوع السد أو أفضل أو يكون فيه نوع مفضل من السدود فمثلا لو عندنا الوادي بتاعنا عريض يعني wide valley أو wide cross section فالأفضل اللي أنا أعمل earth field ليه لأن earth field المتيريال دي التكلفة بتاعتها قليلا لكن لو أنا عملته خرصانة مسلحة أو خرصانة عادية ك graph z tab هيكلفني كتير جدا لأن الوادي بتاعي عريض جدا طب لو الوادي بتاعي واخد شكل V section يسموه V shape ووادي بيكون ضيق من تحت من أسفل يسموه Canyon وأن الخصائص بتاعته أن البي ديت بتكون أقل من أو يساوي ارتفاع السدود فالأفضل هنا اللي أنا أعمل earth field earth field يفضل يتعامل narrow section أو القطعات الدايقة اللي واحدة شكل V لو القطع ديق بتاعي واخد شكل U بدل بقل V واخد شكل U shape وفي نفس الوقت ال side بتاعته من الصخور with rocky side فممكن نعمل إما the gravity dam أو the rock field في إما the gravity dam أو the rock field زي الحالة بتاعت السد العالي عندنا يبقى التومغرافية بتحدد نوع أو بالديني أفضلية اللي أنا أختار نوع معين من السدود فلو هي white section هستخدم earth field dam لو V shape يبقى arch dam لو U shape والأكتاف بتاعتي أو الجوانب بتاعتي من الصخور يأما the gravity أو the rock field تاني فاكتور بيأثر على اختيار السد هو availability of material اللي هي توافر المaterial اللي بتاعتي فقالك لو في بالمنطق ده لو في عندي صخور فيه توافر عندي كميات كبيرة من الصخور اعمل روكفيلد يعني ده التكلفة بتاعتك هتبقى أولئلة لأنها متوفرة في المواقع اللي أنت هتعمل فيه لو أنت عندك التراب التراب دوت متدرج خلاص اعمل إرثفيلد ده لو لو عندك سن وزلط ومش عارف ايه خلاص اعمل خلطة واعمل كونكريت ده بحسب التوافر المaterial بتختار نوع السد لأن التكلفة بتكون الحاجات دي بيكون مكلفة جدا فالأفضل تدور على المaterial المتوفرة في المكان اللي أنت هتعمل فيه جسم السد وتعمل وعلى أساسها تختار نوع السد هو يقول لك هنا التصميم الاقتصادي أنه هو أستخدم نفس المواد المتوفرة في موقع الإنشاء عشان أعل التكلفة لأن حتى لو فيها متوفرة في مكان بعيد فأنا أحطر لها نقلها والتالي ده هيزود التكلفة الكلية بتاعت التكلفة بتاعي هو هنا هنا في سؤال يقول لك ليه تم إنشاء السد العالي من الركام السد العالي النوع بتاعه روك فيلده ليه تم إنشاءه من الركام لأن قال لك في جبال هناك في الموقع الجبال ليه أصلا تم نسفها واستفادنا من ناتج النازف دوت في إنشاء السد يعني كان في جبال هناك تم نسف الجبال ديت في استخدامة الديناميد واستخدمنا في الإنشاء السخور لنتجة من التفكير طبعا السد دوت روك فيلده فهو من مميزاته إنه مقاوم للزلازل لقدر الله له حصل زلزال فالمفروض الاستابللتي بتاعته تزيد لأن بيحصل حركة للكسور أو الكسر بتاع الركام دوت أو الركام أو الصخور فبيؤدي إلى استابللتي زيادة لجزء السد الفاكتور الثالث هو فالجيولوجي أو الفاونديشن كونديشن أو الاثنين مع بعض الفاونديشن كونديشن نوع الفاونديشن بيحكمني نوع أو اختيار نوع السدود بتاعي فلو الفاونديشن بتاعتي ساوندروك يعني جرانيت وبازالت يعني سخور قوية ممكن تعمل أي نوع من أنواع السدود وطبعا أتقالهم هو هو الجرافتي دام فممكن تعمل جرافتي دام لو تطلبها بتاعتك صخرية قوية جدا لو عندنا ميديم أو بور روك زي اللايم ستون روك بس متوسطة أو شخوية قوي ممكن تعمل أو البوترز دام ممكن تعمل الأرش دام لو جرافل التروة بتاعتك براعا جرافل اعمل إرث فيل دام أو روك فيل دام يبقى الفاونديشن أو طبيعة أو نوع الفاونديشن بتاعتي بتحكمني أو بتديني أفضلية لأنواع معينة لو التروة بتاعتي سيلت أو فاين ساند خلاص اعملها بقى إرث فيل دام اللي هو نوع من السدود التروبية اللي هو وزن بتاعه مش كبير وبالتالي التربة داية تقدر تستحمل فاكتور مهم اللي هو الإرث كويك زون اللي هو المنطقة تعطي مغرضة للزلازل أو موجودة في النطاق بيتعرض للزلازل باستمرار فمن أفضل السدود للمقاومة للزلازل زي ما قلنا هي السدود الروكامية اللي هي زي السد العالي زي ما قلنا الزلازل اللي هو بتحصل بيسبب دمك للصخور أفضل وبالتالي بيحسب استابلتي أو التزان للسد بتاعه لو السد تاعي كان تراب في منطقة فيها زلازل بيقولك الزلزال دا هيسبب شروخ رقصية فيه وهيصال له فيلير لو السد دا خرصان هيسبب الزلزال دا هيسبب قوة ممكن تؤدي دمار السد وطياره تماما خامس ساكتر عندنا اللي هو مكانه والحجم التفقنا ان مع جسم السد اي جسم اي سد بيتعمل معي حاجة ملحق او اكسيسوري اسمها السبيلوي السبيلوي ده وظيفته انه بياخد المية الزيادة في حالة الفيضان او المية الزيادة عن احتمالية السد نفسه ويتخلص منها المغفيد او السبيلوي داوت ممكن يكون ملتصق او موجود في جسم السد او خارج جسم السد يبقى لازم يكون فيه مغفيد عشان احمي جسم السد من اي ارتفاع زيادة عن الارتفاع التصميمي اللي احنا صممنا بالسد الطعام لان لو حصل المية زادت عن المنسوب اللي هو اسمه maximum water level دا ممكن يؤثر بالسلبة على جسم السد ويحصل شروخ فلازم يكون فيه سبيلوي فقالك في سدود الخرصانة او الركامية ممكن يكون المغفيد بتاعك في جزء من السد في جزء كده بعمله بيكون منخفض ولو المية زادت عن حد معين تبدأ المية تتحرك من فوق جسم السد اللي هو النوع اللي احنا قلنا عليه اسمه ال overflow دا لكن في حالة السدود الترابية زي او الركفيل دام باردك ممكن بنعمل المغفيد بيكون بجوار جسم السد بعمل حاجة اسمها قناة تحويل تبدأ تاخد المية الزيادة لو هي ارتفعت عند منسوب معين تاخد المية الزيادة تحولها توديها للمكان اللي احنا عاوزينه ففي الشكل قدامنا دا وقت بياخد المية الزيادة يوديها من ال upstream لل downstream عندنا في توشكة المية او قناة التحويل دي بتاخد المية ترميها على مفيد اسمه مفيد توشكة ويكون بقى بخيرات في الصحراء والمية ديت مع الوقت يحصل لها ريتشارج او شحن توصل للخزان الجوفي ومشروعتهش كان هناك يبدأوا يحفروا قبار ويأخذوا المية يستخدموها في الزراعة بتاعتها يبقى في صدود الخرصانة بيكون المفيد في جسم السد نفسه وفي صدود الترابية بيكون المفيد بجوار جسم السد لانه ما ينفعش اعمل داخل السد الترابي لانه هيصله فيلير او هيصله انهيار في ملاحظة هنا انا بقولك في التربة الصخرية لو التربة بتاعتي صخرية ما ينفعش تعمل القرص فيه الدام لان مش القرص تعمله قناة تحويل هيبقى صعب جدا ان انت تعمل قناة تحويل في تربة صخرية واحنا طبعا عن طريق الفاكتورز دائد بنحاول نقلل التكاليف على قد ما نقدر فما ينفعش تعمل قناة تحويل في تربة صخرية هتكلفك كتير جدا عند الانشاء برضك من ضمن العوامل واخر واحد عندنا اللي هو طول السد والارتفاع بتاعه طول كمان بيتحكم في اختيار نوع السد فقالك لو تتعمل سادة طويل والارتفاع بتاعه منخفض الأفضل تعمل طويل يعني طول بتاعه كبير وارتفاع قليل الأفضل تعمل الارتفاع دام لكن لو هتعمله short لانس بتاعه short الطول بتاعه صغير وارتفاعه عالي جدا فممكن تعمل بقى أي كونكريت دام يبقى الأفضل لو الارتفاع بتاعك منخفض اعمل ارس دام لو الارتفاع بتاعك عالي اعمل كونكريت دام أي بقى أنواع من أنواع السدود ديت سواء كان جرافتي او باترز او ارشدد اخر نقطة عندنا في اول محاضرة ازاي اعمل سليكشن او السليكشن بتاعت الدام سايت اعرفنا أنواع الدام والتصنيفات بتاعتها وبعد كده اعرفنا اللي بتأثر على اختيار نوع السد نفسه التوبغرافية ومواد الانشاء والفونديشن كونديشن واللوكيشن والسايت بتاع المفيد والأرس كويك زون واللنس والهيد بتاع الدامز تعال اتعرف دلوقتي على السليكشن بقى بتاع الدام سايت الموقع اللي انا هختاره عشان اعمل فيه الدامز اللي انا اختارته من الانواع اللي احنا اخدناها اه اختيار السايت او الموقع بتاع الدام مهم جدا لما يجي اعمل ديزاين لان هو بيحكمني اه الشكل بتاعي والسايت بتاع الدامز فانا ممكن اختار مكان بيكون واسع قوي واحتاني اختار مكان داية فاني الافضل اه اكيد الداية افضل عشان التكلفة هتكون اقل بس في بعض الاحيان بيكون الاختيار اللي هو المكان الداية دا فيه عيوب تانية اه بيقولك مثلا الاكتاف مش قوية اه فيه شروخ فمحتاجة هيحصل سيبتش فاختيار السايت دا لازم يختاره اه بعناية اه عشان اه اه يكون المنشأ اللي انا هعمله دا يؤدي الغرب بتاعه اللي هو تخزين المية وفي نفس الوقت لازم يكون ستيبل او متزم اه برضك من ضمن الاختيارات او عندما اختار السايت اه او الموقع بتاع السد فيه عوامل بتحكمني من ضمنها الخزانات الخزان اللي هيتكون او البحيرة اللي هتكون خلف اه السد اللي انا هعمله فلازم الريزيرفوار دي ليها المتطلبات ايه هي اه قال لك لازم الموقع اللي انت هتختاره يوفر لك مساحة خلفه عشان اخزن كميات كبيرة من المية تكون عالية وبقل تكلفة طبعا التكلفة دي لازم تكون داخلها في حسابتك ان انا اي حاجة بعملها لازم اعملها بامان وبنفس الوقت تكون التكلفة اقل ما يمكن كمية المية اللي هتتصرب من خلال الريزيرفوار لازم تكون اقل ما يمكن لازم اتأكد ان البد او القاع بتاع الريزيرفوار او المكان اللي هيتكون فيه المية او هيخزن فيه المية اللي هي البحيرة ديه البد اللي هو القاع والجوانب اه ما تفهمش ما تفهمش ما تفهمش تتصرب عشان اقلل كمية المية المتسربة على قد مقدرة لان اصلا وظيفة السد هو تخزين المية فما ينفعش تختار مكان ويتكون بحيرة خلفه وبعد كده المية كلها تتصرب من خلال القاع والجوانب بتاعت البحيرة اللي تكونت اه بارده بيقولك المواقع اللي انت هتختاره لازم يوفر ان عمق المية في الريزيرفوار ديه يكون كبير لان انا عاوز اوفر كميات كبيرة او عاوز اخزن كميات كبيرة فالافضل يكون عمق المية في الريزيرفوار ديه يكون كبير وفي نفس الوقت المساحة السطحية بتاعت الريزيرفوار ديه تكون اقل ما يمكن عشان اقلل اللوسز او الفواخد اللي بتنتج من الـ او الموقع بتاع السد لازم يتوفر فيه بعض الشروط ومن ضمن الشروط اللي بتحكم لي اختيار موقع السد هو حاجات خاصة بالريزيرفوار او الخزان لازم يكون الستوريج تاعته اعلى ما يمكن بقى اقل تكلفة لازم يكون كمية التصرب اللي هتنتج من الريزيرفوار ده من القاع والجوانب تكون اقل ما يمكن لازم يكون الريزيرفوار ده العمق بتاعه كبير والمساحة السطحية بتاعته قليلة عشان يكون التخزين اكبر ما يمكن وفي نفس الوقت اللوسز او الفواقد باستخدام او النتجة من التبخر او الـ الريزيرفوار تكون عال ما يمكن يبقى لو نرخص الكلام ده يبقى عشان اختار موقع السد لازم يحقق الشروط ديت لازم يكون في اديع مكان عشان اقلل التكاليف بتاعت الانشاء لازم يكون عمق المجرى المائي بتاعه كبير عشان اخزن كمية كبيرة من المياه عرض المجرى يكون صغير ليه عشان اللي هي المساحة السطحية يعني عشان اقلل الفواقد اللي بالبخر على قد مقدر وبرضا كحيطة الشروخ بقى الموقع الانشاء بتاعه لازم يكون خالي من الشروخ والطربة بتاعتي النفسية بتاعاتها قليلة عشان اقلل الفواقد الناتجة عن طريق ظاهرة اسمها السيبج او التصر فالشكل اللي قدامنا دوت عبارة عن خريطة كنتورية خطوط دي منصوب خمسين أربعين ثلاثين وعكاة ثلاثين أربعين خمسين وده كده الفلو بتاعنا ماشي في الوادي دوت ولما ديجي تختار او بتعمل سيليكشن للدم سايت زي ما قلنا افضل مكان تختاره في القطاع الدي ما ينفعش تجيل تختاره هنا لو اخترته هنا تتلاقيه الطول بتاعه كبير وبالتالي التكلفة بتاعتك هتزيد مع زيادة الطول فقا هنختاره في النارو سيكشن حيبقا هنا نحيط الابستريم ودهات داونستريم تبدأ الماء تتحجز هنا فعندي هنا اريا عندي مساحة كبيرة للتخزين فمن الأفضل هنتعرف كبير ان شاء الله في خلال المخادرات الجاية ازاي من خلال بعض الأمثلة ونختار أفضل موقع للسد باست على المعلومات اللي احنا اخدناها النهار ان شاء الله المحاضرة القادمة هنتعرف بقى ونركز على نوع واحد او اول نوع هندرس نوعين السنينية ان شاء الله فهنبدأ باول نوع اللي هو الارث دام او الارث فيل دام هنعرف يعني ايه اارث فيل دام فهنميزاته وعيوبه انواع الارث فيل دام وهن هو مش نوع واحد هو كذا نوع هنعرف انواعه ازاي عمل تريتمنت للارث دام فوندايشن ازاي عمل لها تريتمنت قبل ما انشأ او قبل ما اعمل دام بتاعي دا سد 백رابي الارث دام فلازم يكون الأبستريم اللي هي نحيط المكان اللي انا هخزن فيه يتعمل لها Protection عشان ما يحصلش سيبتش هنتعرف على Upstream Slope Protection تاعت الأيرث داب هنتعرف على Method of Construction طرق إنشاء الأيرثفيل داب باختصار طبعاً وهنبدأ بقى نعمل Design للأيرثفيل داب فأتمنى كل المحاضرة دايات فيها معلومات تفيدكو وإن شاء الله نشوفكم المرة اللي جاية عشان نبدأ نعمل Design لأول نوع اللي هو اليرثفيل داب شكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته